السلام عليكم من شاء الله في هذا الفيديو. سنرى الكتابة الكسرية ومقارنة الاعداد الكسرية للسنة اولى اعدادي تانوي. فول حاجة نذكر بما هو العدد الكسري. ناخد مثال. مثلا العدد الكسري اربعة الى خمسة. كما لاحظوا ان العدد الكسري يكتب على هذا الشكل. بحيث ان العدد الكسري يتكون من بسط. اللي هو تكون فوق. البسط. ثم عدنا واحد الخط اللي كنت نسمى الخط او الخط الكسري. ثم المقام. كذلك هالكتابة اللي هي اربعة على خمسة. انك نكتبوها. اربعة على خمسة تساوي. اربعة مقسومة على خمسة. فذكرنا بالعدد الكسري. ثم قد نشوفو الكتابات الكسرية اللي عدد كسري. ناخدو مثال. ستة على تلاتة. ننفع ستة على تلاتة. كلنا اننا نكتبوها. ستة على تلاتة. اي اننا نضرب البسط والمقام في نفس العدد. مثلا نختار اربعة. ننفع ستة مضربة في اربعة وتلاتة مضربة في اربعة وتساوي اربعة وعشرون على اتنى عشر. بما اننا قلنا العدد الكسري. اه مثلا ستة على تلاتة تكتب ستة اه او ستة مقسومة على تلاتة. اذا فستة على تلاتة. اي ستة مقسومة على تلاتة تساوي اتنان وكذلك اربعة وعشرون على اتنى عشر تساوي اتنان. اذا فتلاتة على ستة. يساوي اربعة وعشرون على اتنى عشر. فالعدد اربعة وعشرون. اي العدد الكسري اربعة وعشرون على اتنى عشر. فهو من الكتابات الكسرية للعدد ستة على تلاتة. وباش عد نحصله على كتابة اخرى للعدد الكسري. او الكتابات الاخرى الكسرية للعدد الكسري تلاتة على ستة. يكفي ان ننضرب البسط والمقام في اعداد اخرى. في هذا المثال اننا ضربنا البسط والمقام في اربعة. ويمكن لننضربه كذلك البسط المقام في عدد اخرى للحصول على كتابات كسرية لهذا العدد. ثم عدنا مثال اخر وهو اربعة على ستة عشر. اذا فاربعة على ستة عشر. يساوي كذلك. اذا هنقسمه في هذا الحالة او في هذا المثال هنقسمه البسط والمقام على النفس العدد. اللي هو اربعة. ويساوي واحد على اربعة. كذلك اذا قسمنا اربعة على ستة عشر. اي اربعة على ستة عشر. هذي يساوي لنا سفر فاصلة خمسة وعشرون. وكذلك واحد على اربعة اي اربعة واحد مقسمه على اربعة. فهو يساوي كذلك سفر فاصلة خمسة وعشرون. وبالتالي. فان اربعة على ستة عشر. يساوي واحد على اربعة. والعدد الكسري واحد على اربعة فهو كتابة كسرية للعدد اربعة على ستة عشر. اذا اذا بغيت انا نلقى كتابات كسرية لعدد كسري. اما غادي نضرب البسط والمقام في نفس العدد اولا غا نقسم البسط والمقام على نفس العدد. اه بنسبة لمثالين جوج انا اه اخترت اربعة بالصدفة فقط ماشي تعمد ان انا ناخد اه اربعة ممكن اللي ينضرب في خمسة ممكن نضرب في ثلاثة وكذلك ممكن نقسم في او نقسم على اثنان او عدد اخر. المهم هو ان انا عرفنا كيفاش غادي انه نحن نحصلوا على كتابات كسرية لعدد كسري كيف ما قلنا يا اما غادي نضرب البسط والمقام في نفس العدد اولا غا نقسم البسط والمقام على نفس العدد. ثم عدنا اجعل مقام عشاري لكتابة كسرية عددا صحيحا. ناخده المتال بشاطين فهموا. مثلا ناخده احدى عشر على ثلاثة فاصلة خمسة. اذا لحظنا هاد المتال. فالمقام هو عدد عشاري. وحنا بغينا نرجع هاد العدد العشاري على شكل كتابة اه او عفوا هاد العدد العشاري اللي هو المقام بغينا نرجعه على شكل عدد صحيح. اذا اشنو غادي نديره. غادي ناخده احدى عشر وثلاثة فاصلة خمسة. اي البسط والمقام وغضي نضربه في نفس العدد اللي هو عشرة. اللي هو قلنا عشرة. ويساوي مئة هو عشرة على تلاتة مئة وخمسون. اذا فهد العدد العشاري اصبحتنا عدد صحيح. ناخده مثل اخر. سبعة على واحد فاصلة خمسة وعشرون. ويساوي. اذا سبعة على واحد وخمس. اه اه عفوا انا واحد فاصلة خمسة وعشرون. هنضربه البسط والمقام في نفس العدد. بالنسبة للمثال الاول اننا ضربنا على عشرة. اذا كيف ايش غادي نعرف امتى غنضرب في عشرة? او لا غنضرب في عدد اخر. اذا غادي نرجع للفاصلة وغادي نشوف اشنو العدد اللي من بعد الفاصلة. او اش حال من عدد عندي او شحال من رقم عفوا انا رقمشي عدد. شحال من الرقم عندي من بعد الفاصلة. انا عدي رقم واحد اذا نضربت في عشرة. انا في هذا المثال التاني عندي جوج ديال الارقام من بعد الفاصلة. اذا غادي نضرب في مئة. كذلك نضرب في مئة. ساوي سبعمائة على مئة وخمسة وعشرون. كيف سبق لنا عرفنا في السنة الساديسة اذا ضربنا اي عدد في عشرة او مئة او الف فاننا نزيح الفاصلة من اليمين اليسار الى اليمين بعدد الاصفار هنا اه السفر واحد اذا غادي نزيح الفاصلة برقم واحد وكذلك بنسبة اه المئة او عددنا العدد فيه رقمين بعد الفاصلة. اه عفوا مش رقمين بعد الفاصلة. احنا قنا نتكلمو على اي عدد ضربناه في مئة هو ان انا اما اللي كان عددنا عدد صحيح قنا نضيفه الاصفار اي صفرين ولكن عدد عشاري. غادي نزيح الفاصلة من اليسار الى اليمين برقمين. ثم ناخد مثال اخر اللي هو اربعة عشر على اتنين فاصلة صفر خمسة عشر. الآن غادي نضربه اربعة عشر واثنين فاصلة صفر خمسة عشر في بناء ثلاثة ارقم بالفاصلة اذا نضربه في الف. ويساوي اربعة عشر الف على الفين وخمسة عشر. اذا فكان عدنا اعداد كسرية بها مقامات على شكل عدد عشاري وحولناها اوجعناها على مقامات على شكل عدد صحيح. اذا فالملاحظ هو هو لجعل عدد كسري او مقام عدد كسري على شكل عدد صحيح. هو اننا نضربه في عشرة في مئة في الف وفي عشرة الاف الى غير ذلك. المهم اننا نلاحظوا كم عدد عدنا او كم رقم عدنا من بعد الفاصلة. وثم نضربه في العدد. اللي غادي نا مثلا كيف ما قلناك عشرة او مئة او الف. اذا نمر لثلاثة مقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام. مثال نقارن اربعة وسبعون على خمسة وثلاثة عشر على خمسة عدنا نفس المقام. اذا هذي نقارنه البسطين. القاعدة كتقول لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام. فلي عنده اكبر بسط فهو الكسر الاكبر. اذا فاربعة وسبعون على خمسة اكبر من تلاتة عشر على خمسة. لانه اربعة وسبعون اكبر من ثلاثة عشر. طبقنا القاعدة. لانفع اللي عنده اكبر بسط فهو الكسر الاكبر في حالة عدنا المقامين او عدنا نفس المقام. ثم قد نشوفوا اه رقم اربعة مقارنة عددين كسريين لهما نفس البسط. ناخد كذلك مثال. لنقارن سبعة على واحد واربعون وسبعة على تلاتة عشر. اذا احنا عدنا نفس البسط اللي خصنا نديره هو اننا نقارنه المقامين. والقاعدة كتقول مقارنة عددين كسريين لهما نفس البسط اللي عنده اصغر مقام فهو العدد الكسري الاكبر. اذا ف سبعة على تلاتة عشر اكبر من سبعة الى واحد واربعون او سبعة الى واحد واربعون اصغر من سبعة الى تلاتة عشر لانه حسب القاعدة لان تلاتة عشر اصغر من واحد واربعون. ثم قد نشوفوا مقارنة عددين كسريين مقام احدهما مضاعف لمقام الاخر. ناخده كذلك المثال لنقارن. خمسة على ستة عشر وسبعة على اربعة. ده نفعنا سبعة الاربعة وخمسة على ستة عشر. ده لاحظنا فان هذا المقام اللي هو ستة عشر مضاعف للمقام اربعة. لمقام الكسر اربعة الى سبعة الى اربعة. اذا احنا اللي عرفنا هو عند مقارنة عددين كسريين. يعني يكون عندنا نفس البسط او نفس المقام. في هذه الحالة نوحد المقامين. ثم غد نطبق القاعدة اللي شفنا وهي مقارنة عددين لهما نفس المقام. نوحد المقامين بما انه ستة عشر هو مضاعف فالمضاعف مقام الكسر الاول. فالمقام موحد هنا هو ستة عشر. اكتب لدينا خمسة على ستة عشر تساوي كذلك خمسة على ستة عشر نفس الكسر لانه نحن المقام الموحد. وسبعة على اربعة ساوي نضرب البسط والمقام في نفس العدد وهو اربعة. يساوي سبعة مضربة في اربعة تساوي تمانية وعشرون. واربعة مضربة في اربعة تساوي ستة عشر. اذا فوحدنا المقامين. ثم قد نقارنه خمسة على ستة عشر وتمانية وعشرون على ستة عشر. كشفنا عند مقارنة عددين كسرين لهما نفس المقام. اللي عنده اكبر بس فهو العدد الاكبر. اذا تمانية وعشرون على ستة عشر اكبر من خمسة على ستة عشر لانه. حسب القاعدة تمانية وعشرون اكبر من خمسة. وبالتالي. فانه. تمانية وعشرون على ستة عشر هي سبعة على اربعة. سبعة على اربعة اكبر من خمسة على ستة عشر. ثم قد نقارنة عدد كسري وواحد. ناخده امثلة. متى الاول. اربعة وتمانون على اتنان وخمسون وواحد. اذا نقارنه العدد الكسري اربعة وتمانون على اتنان وخمسون وواحد. اذا اذا لاحدنا اذا قسمنا اربعة وتمانون على اتنان وخمسون فاتنا اربعة وخمسون فيها واحد اتنان وخمسون وباقي. اذا اللي غيرنا نوضع العملية غدا نواجده واحد فاصلة. اذا فاربعة وتمانون اكبر من واحد. لماذا? لانا المقسوم عليه اكبر من عفونا اصغر من المقسوم. اذا فالمقسوم عليه. لدينا صغر من المقصوم وفي التالي غد يكون الخارج دي القسمة اكبر من واحد. لان المقصوم عليه وهو اثنان وخمسون اصغر من المقصوم وهو اربعة وتمانون. ثم مثال اخر وهو خمسة على سبعة وتلاتون وواحد. اذا لاحقنا فالمقصوم عليه اكبر من المقصوم. اذا سنقسم وضعنا العملية وضعنا خمسة مقصوم على سبعة وتلاتون. سنوجد ان خمسة كم فيها من سبعة وتلاتون فهو الصفر. سنوضع الفاصيلة. اذا فهد العدد فهو اصغر من واحد. وبالتالي فان خمسة على سبعة وتلاتون فهو اصغر من واحد. لان المقصوم اللي هو سبعة وتلاتون اكبر من المقصوم اللي هو خمسة. اذا فالملاحظ يكون عدد كسري اكبر من واحد اذا كان بسطه اكبر من مقامه. ويكون اصغر من واحد اذا كان بسطه اصغر من مقامه. اذا بهالطريقة. كنلاحظو او كيفاش اه اه افوا بهالطريقة اه كنقارنه عدد كسري مع واحد كنلاحظو البسط والمقام ثم نقارن.